السلام عليكم فيديو هذا المرة قد يخص مادة نشاط العلمي ودائما هذا الحيث ستكون في إطار أسبوع التقويم والدعم للإشارة فقط بما أنه كن بعض التحليق في الفيديو اللي قبل بهنا دروس النشاط العلمي بالنسبة للمراجعة الدروس فكين فيديو يعني في القناة يخص مراجعة الدروس ديال الدورة الثانية حتى الحدود هاد الوحدة هادي فيكفي أنك ترجع لي فيديو اللي قبل غادي تلقاه هاد فيديو اللي فيه المراجعة اليوم غادي نخدم بما أن المراجعة كين في الفيديو اللي قبل يعني لا دعي باش نعودها غادي نخدمه على التمارين كما كتعرفوا اللي كنين في الكراسة يعني في هنا نعتدر على بعض الخطوط اللي غا تلقاها في الكتاب ولكن الإبن ديالي هكذا يكيشوف شي كتاب كيخدم فيه نبدأ على بركة الله الحيثة الأولى تقوموا بالدعم يعني جوجد الحيثة كما كتشوفوا قدامكم غادي تحاول نجمعهم في هذا الفيديو لأن التمارين ديال والدروس النشاط العلمي جد بسيطان بدأوا بالحيثة الأولى السؤال الأول أختاروا الجواب الصحيح بوضع علامة في الخانة المناسبة كيني الإجابة في صفحة 90 ولكن تبع بعدها لكن واحد الإجابة خاطئة ما فيها بس أننا نراجعوا ونتمنى مثلا كيشوفوا الفيديو يتبعوا الفيديو حتى الخار ويبارتاجوه مع الأصدقاء ديالهم راح نلسنا في عطلة يعني على الأقل ما كتمشيش للمدرسة وديما هز الهاتف هدي الفترة اللي يرموصها لحب على الهاتف واستغلاله في أمور اللي فيها فائدة إذن سؤال الأول مصادر الطاقة بالنسبة للإجابات المقترحة كلها طبيعية أو لا كلها إصطناعية أو لا بعدها طبيعي وآخر إصطناعي والإجابة الصحيحة هو هنا بعد من هذا المصادر الطاقة طبيعية والبعض الآخر إصطناعي نمر السؤال الثاني يعتبر الجسم المكون من الحديد يعني الأجسام اللي فيها حديد هل سكون دائما موصلا للحرارة عازلا للحرارة موصلا أحيانا وعازلا أحيانا أخرى وبنسبة للمدرسة ديالي قلنا أن الحديد من موصلا للحرارة إذن ستكون موصلا للحرارة الجسم المكون من الحديد سيكون موصلا للحرارة سؤال الذي يليه بعد وضع جسم بارد في ماء ساخن فإن درجة حرارة الماء ستصبح خدينا جسم اللي بارد بزاف ووضعناه في واحد الماء اللي سخون كيفاش غدي ولي درجة حرارة دك الماء الساخن ثلاثة الإجابات أو لثلاثة الاحتمال أقل من درجة حرارة الجسم البارد أكبر من درجة حرارة الجسم البارد ولم تساويها بتحريع درجة حرارة الجسم البارد flavored تتكون الدار الكهربائي البسيط من مكونات الضارة الكهربائية عودناهم عودناهم وديجي ممكن شفتهم حتى في المستوى الثالث إذن عمود وأسلاك وأسلاك التوصيل بعدك نعتدع الخطوط عمود وقاطع تيار فقط أولى عمود ومصباح وأسلاك توصيل وقاطع التيار الكهربائي والإجابة واضحة ضروري من هذه المكونات باش تكون عندنا ضارة كهربائية بسيطة بالنسبة للسؤال رقم خمسة خمسة قوة الجاذبية ماذا تفعل هذه القوة الجاذبية هل تسحب الأجسام نحو الأسفل هل ترفع الأجسام نحو الأعلى أو الاحتمال الثالث تترك الأجسام معلقة في الفضاء وديما كنشوفوا سبب اكتيشة في الجاذبية يعني سفاحة كتسقط من مثلا من الشجرة أكيد كتنزل الأسفل إذن أن الجاذبية تسحب الأجسام نحو الأسفل خلال هذه الحيثة يستحسن أن ينجزها التقويم هذه الحيثة بشكل تنائي لو كنا في القيسم سنحاولوا ما أمكن نكونوا مجموعات بتنائيات هذا الهدف من هذه التنائيات هو تعزيز بعض المواقف التي تميز التفكير العلمي بحل تعاون تواصل واحترام الرأي إذن بما أننا غير في فيديو اللهم إليها الطريقة باش نوصلوا المعلومات لتلامت أو لا يعني يكونوا قطعوا بصفة نهائية للدرسة غني بدأوا السؤال الأول أذكر ثلاث مصادر مختلفة للطاقة للحصول على الضوء قلنا مصادر مختلفة للطاقة ولكن نود المصادر التي يعني تساعدنا للحصول على الضوء أول شيء يمكننا أن تبادروا أو لا نقترحوا الشمس الشمس من مصادر الطاقة نحن يشجلت حاجة أخرى في الدرس نحن كنشفنا دي فيديو وصور فيهم مثلا الشمس فيهم المروحية اللي كتحركها مثلا الريح مثلا الكهرباء مثلا غدي نديروا مثلا النفط ثلاث ننتقل الآن إلى سؤال رقم اثنان أتمم بما يناسب هاد الأمور ركزنا عليهم وخرجنا بهم بخلاصات ودرناهم في الملخصات يعني الأمر سهل جدا أتمم بما يناسب تنتقل الحرارة من جسم إذن فين هو الجسم اللي كيكون عنده حرارة هو الجسم الساخن من الجسم الساخن إلى الجسم البارد الجسم البارد الجسم البارد يتميز بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم الساخن عناصر الدارة الكهربائية البسيطة هذا تماشيا مع هذا التمرين يالله شو حددناهم عمود مصباح وأسلاك توصيل وقطعة سياء حاولوا ما أمكن تلمد اللي كيشوفوني حاولوا ما أمكن أنهم يربطوا الأسئلة ويستفدوا من المعلومات اللي شافوا قبل أو لا تذكروا إذن نحاولوا نكتبوهم مصباح عمود أسلاك إما أسلاك تكفي ولا أسلاك التوصيل وهنا غد نكتبو قاطع تيار فيما يخص تمرين رقم خامسة أضعوا علامة تحت التركيب الصحيح لدينا مجموعة من المواقف نشوفوا شنو هو التركيب الصحيح نتبهوا لكي نعرف التركيب الصحيح نشوف المكان دي الوضع القطب الموجب والقطب السالب ونشوفوا المكان دي الوضع المصباح هو الصحيح وھانا يfpsسون رائحة المسائل وش موصلة هل الزجاج موصل إذن هذه الوضعية خاطئة إذن إذا وضعنا هنا في لم يتم الإيصال المصباح بالقطب السالب إذن هذه الوضعية خاطئة مثلا هنا القطب السالب والقطب الموجب موضعين في نفس البلاسة إذن هذه خاطئة ننتقل إلى هنا هل عندنا هنا المصباح تم إيصاله بالقطب الموجب والقطب السالب والأماكن المخصصة لذلك إذن الوضع الصحيح هو رقم أربعة التمرين رقم واحد أتمم بما يناسب يعني جذب أو دفع هناك ندره على القوة واش قوة عن القوة؟ جذب وقوة الدفع سأقرأ لرفع الأثقال أسلط قوة جذب عليها لتحريك سيارة وعطلة أسلط قوة دفع لسقي الباء من البئر أسلط قوة جذب لتغيير مكان جسم أسلط عليه قوة دفع أو قوة جذب وضعت عصيرا بالثلاجة وبعد مدة أخرجته باردا أفسر لماذا بارد العصير هنا كنا نضع وضع وضع يفتلا لنأخذ التمثل لديهم ولكن ده مريد نعطي الإجابة مباشرة تنتقل الحرارة من كأس العصير إلى الهواء الموجود داخل الثلاجة ولما يحدث توازنا حراري يصبح كأس العصير باردا ثاني فيما يخص سؤال رقم ثلاثة لتبريد كأس شاي ساخن نعمد إلى تفريغه في كأس آخر عدة مرات وفسروا ماذا يحدث وفي هذه العملية كنت أعطي لكم الأم كنت أجد شرب أتي كنت أجد سخون وبالتالي كنت أفرغوا واحد الكأس في كأس آخر ماذا نلاحظ أن الكأس أن الشاي تنخفض درجة حرارته وأن الكؤوس يصبحوا سخنين بجوجو إذا تفسير لذلك تنتقل حرارة الشاي ساخن إلى الهواء والكأس الثاني فتنخفض درجة حرارته الشاي نسبة التمرين رقم أربعة أقوم بجرب الآلات البسيطة في بيتينا ثم أسميها وأصنفها هنا كن يهدفون من خلال هذا التمرين يعني يا رب دكشي اللي كي قاعد تلميذ بالواقع ديالو المعيش هكذا مكتبقاش للمعلومات حبيثة يعني القسم أو الكراسة إذاً غدي نحاول ما أمكان نعطي أمور لي بسيطة آلات بسيطة تعتمد على الطاقة العضالية نذكرون من ضمنها بحل الخلات يدوي أو لم يقتس خلط كهربائي ميكوات يعني ميطحنة كهربائية إذاً سننتقل إلى السؤال رقم خمسة وحدده بواسطة أسهم الأجزاء الموصيلة والأجزاء العازلة وهنا يا رب نهت أنها المكونات المصباح إذا الأجزام العازلة بحل الزجاج وهذا المنطقة السوداء هنا وبالنسبة الأجزام الموصيلة يعني غدي ندير بواسطة أسهم هاو ما الأسهم هو هاد الجزء الأصفر وهاد الجزء اللي هنا وعين الرسم ثم أسمي القوة التي حركت عربة اليد انتبهوا عندنا عربة في الأسفل نود أن نصل من النقطة ألف إلى النقطة باء أي قوة سأطبق عليها وش الدفع وش الجر أو لا الجد إذا نرى بينا بما أن نطلع العلو إذا سندفع إذا القوة من الموضع ألف إلى الموضع باء سنطبق عليها قوة الدفع ومن الموضع باء إلى الموضع الجيم ستتحكم فيها قوة الجاذبية إذا قوة الجاذب ننتقل إلى السؤال رقم سبعة وحدد النقطة يعني وش ألف أم النقطة باء أم النقطة الجيم التي أصلت عليها قوة للرفع الطفل دون عناء فين خساب التلميذ هالطفل الثاني يصلت القوة القوة للرفع ومبلامي يعني بدون أن يكلف نفسه قوة يعني أكثر هي النقطة ألف ترجمة نانسي قنقر